كله تمام كله تمام متهيقلي لما اقعد قريب كده احسن صح ولا بقت شوية قبل ايه كده كويس متهيقلي كده زي الفول صح كده يشتا جده المج ما بقاش بعين اللي عليه ولش هو هناك كده هو بس مش بعين قوي انت بتنام امتى وبتعمل كل ده ازاي؟ سؤال من الاسئلة اللي بشوفها كتير قوي في تعليقات القناة او فيسبوك اللي هو بقى دلوقتي تحت ميتة ازاي قادر تعمل كل ده وتنجزه وازاي بتنام؟ امتى بتنام اصلا؟ يعني اخر سؤال جالي على فيسبوك امتى بتنام امتى؟ لو متعرفنيش واول مرة تشوفني انا اسمي وليه ترانسليتر وكاب رايتر وي اكس رايتر وفوتوغرافر وديزاينر وكمان طبعا كونتنت كرييتر على يوتيوب وفيسبوك وكل حاجة خاصة باي من المجالات دي علمتها لنفسي خلال التلتاشر سنة اللي فاته ولو عايزت تفاصيل اكتر تقدر تدخل على سلسلة احسن من انبارح اللي هتلاقي اللينك بتاعها في الديسكريبشن وكمان هتظهر هنا نفسي افتكر بس هي هنا اكيد يعني السنين دي ما كانتش سهلة ومش مديا بس لكن كمان من ناحية الوقت يعني مثلا اول سنة كنت بشتغل اتناشر او اربعتاشر ساعة وبذاكر حوالي اربع ساعات فوق الاثناشر او اربعتاشر ساعة دول ولما الامور الزبطت وبقت اشتغل تامن ساعات كنت برضو بذاكر اربع ساعات يوميا وبدون القطاع حتى يومين الاجازة كنت برضو بذاكر فيهم اربع ساعات بس مع ذلك كنت بخرج وبتفرج على افلام ومتابع مسلسلات وبقرأ وبلعب جيمز ولما اتجاوزت كنت بقعد مع امراتي وولادي وبساعد في البيت بس ازاي اي حد ممكن يعمل كل ده في الاربع وعشرين ساعة هل ده اصلا ممكن؟ وهنبدأ النهاردة بالكلام عن النوم ومش عايزك تستقل لموضوع الحلقة لانه مهمة اوي لان اهمية النوم متقلش اهمية عن تنظيم يومك وحتى متقلش اهمية عن اللي انت عايز تحققه صباح قبل مساءكوا احلى انا ويلش دي حلقة جديدة من احسن من امبارحها الحلقة دي هي الجزء الاول من مجموعة فيديوهات معمولة مخصوصة عشان تنظم وقتك ونومك وعشان متواجهش اخطر انواع الارهاق او الانتفاق اهمية النوم من اهمية الاكل والشرب وكل محاولات التقليل من اهميته غير منطقية وخطر جدا ايوا الموضوع بيختلف بطبيعة البناء ادم يعني فيه بنا ادم يحب ينام كتير وفيه بنا ادم ما بيحبش ينام بس في الاخر هو ضروري جدا فمثلا النوم ضروري عشان تعمل ريستارت وريكوفري لجسمك ومخك يعني فيه دراسة منشورة في فبراير 2010 قالت ان النوم بيساعد على تثبيت اللي تعلمته او بمعنى اصح تعزيز الذاكرة طويلة المدى ودي اللي احنا بنتعلم من خلالها اللي هي بتثبت المعلومات في دماغنا وفيه دراسة تانية منشورة في 2013 قالت ان المخ بيتخلص من السموم المرتبطة بمرض الزهايمر بشكل اسرع اثناء النوم كمان فيه دراسات قالت ان قلة النوم ممكن تكون احد اهم اسباب الاكتئاب ده غير ان فيه دراسات تانية كتير ربطت بين زيادة الوزن وقلة النوم وطبعا مش محتاجة اي دراسة عشان نقول ان قلة النوم يعني طاقة اقل خلال اليوم وبالتالي ارهاق دايم ومزاج سيء ومفيش نفس الاي حاجة تعملها مش عايز تعمل اي حاجة طيب ازاي اعود نفسي على النوم ونم قد ايه الاول لازم تبدأ بتحديد انت عايز تصحى امدى يعني انا مثلا بصحى حوالي خمسة ونص ستة ده اخري ولان الشخص البالغ بيحتاج ما بين ستة لتسعة ساعات نوم فانا بنام تقريبا حداشر ونص اتناشر وما بحاولش اتأخر عن كده طبعا فيه ايام في النص وبعالش انام لأسباب زي مثلا بفكر في حاجة فيلم شدني متابقة مسلسل اي حاجة عندي برد ومش عارف انام الصداع الحاجات اللي هي بتحصل في النص دي زي ما نقول ايه استثناءات او طوارئ لكن غلبية الايام بنام في المعدة لما اتقرر تدخل تنام في المعدة اللي حددته لازم تعمل شوية الحاجات دي ويا ريت ما تقللش من اهميتها تاني هتفرق معاك كتير جدا واحد ابعد عن اي حاجة فيها كافين قبل النوم بحوالي خمس ساعات وحد ادنى ثلاث ساعات يعني الناس اللي هي بتشرب قهوة متأخر دي اوقفها تاني حاجة وديها تبقى قصع من الكافين انك تسيب التليفون من ايدك وما تستخدمش الكمبيوتر قبل معاد نومك بساعتين على اقل اقل حاجة ساعتين تالت حاجة ما تخليش تليفونك جنب السرير باي شكل وبعده عنك بقدر الامكان يعني لو بتشحنه بالليل اشحنه في قضة تانية مثلا كده خليه بعيد ولو متجوز افيله وانت نعم اربعة بالليل استخدم ميزة نايت لايت بتاعت ويندوز اللي موجودة في ويندوز ونزل تطبيق زي فلوكس تقريبا ناسم فلوكس على تليفونك لو مفيش اللي هي نايتشفت على تليفونك زي اللي موجودة في ايفون في ميزة اسمها نايتشفت استنى اه ايوه نايتشفت شايف هتبان كده ولا ايه نايتشفت والميزات دي هتقلل الإضاءة الزرقه اللي طلعه من الشاشة فبالتالي هتدخلك في حالة النوم وهضيف اللينك في الديسكريبشن خمسة العب رياضة كل يوم وقبل النوم بحوالي اربع ساعة يعني مثلا هنقول نص ساعة الصبحة تبدأ بيها يومك وقبل ما تنام عشر دقايق ولو حتى ضغط وسكوات كده ستة ما تعدمتش على تليفونك انه يبقى المنبه بتاعك لان اتفاقنا اصلا انك هتخلي التليفون بايدة عنك سبعة لو ما جبتش منبه يدوي او ما جبتش حاجة تانية تستخدمها كمنبه استخدم تليفونك بس ما تعملوش كذا منبه يعني مش مثلا ايه واحد واحدة وواحدة وربع واحدة ونص واتنين لربع هو منبه واحد بس ولو انت لسه في الاول وبتبني العادة يبقى اخرك اتنين بس وفي العموم يعني لو المنبه بعيد وانت قمت عشان تقفل وترجع تنام تاني يبقى المشكلة عندك مش هينفع معك فيديوهات تمانية زبط اكلها خلال اليوم وكل الحاجات اللي بتساعد على النوم في وقت العشاء او قبل النوم بكم ساعة زي اللوز مثلا او الاسماك الدهنية زي السامن والمكريل اه المكريل مع السامن برضو يعني سامن ومكريل كمان الشفان مع الموز سحري عظيم جدا شوية شفان شوية لبن وشوية موز اتعشت تسعة خلي قطة جاهزة للاحتفال يعني يتنام في الضلمة ولو بتخاف يبقى اضاءة بسيطة صفرة يعني اباجورة كده في الصغير انت فهم لو بتحب تقرأ حاول تقرأ في الاضاءة دي وانت في السرير يعني الاباجورة جنبك والكتاب على السريف اي حتة جنبك كده او ما تلاقي نفسك مش هعرف تنام افتح الكتاب شغل الاضاءة دي واقعد اقرأ هتنام وش كمان لو في صوت بيدخلك في المود اللي هو الهدوء والسكينة دي شغلوا بصوت واطي جدا يعني انا مسلا بشغل ويات نويز اللي هي الش حكا كده شبه في المفاعد المهندس فريد شوق لما كان في النمو عرصتون غصالة هاه ايه اه 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 للدرجة ان دلوقتي البيت كله بيتنام عصدة كله بيتنام عصدة عشرة فكر دايما وحطه قدامك الهدف من انك محتاج تصحى في المعادل اللي حددته يعني انت عايز تصحى ليه؟ ليه محتاج تصحى في الوقت ده؟ انت لسه قاعد عشان الكلام عجبك فياريت تعمل لايك لانك مسئل انا عارف انا عارف عادي مش مشكلة كيف تحصل معنا كلنا يعني بس ممكن تلحقها دلوقتي وتدوس لايك هنا او هنا مش فاكر وياريت قبل ما انسى تقولي على روتين نومك في تعليق يعني نومك مش يومك الروتين بتاعه النوم بتاعك يمكن يكون عندك نصيحة تنفعنا يعني زيادة عن الكلام اللي انا بقوليه في الفيديو النهار بالنسبة لاخر النقطة انا مثلا عايز اصحى في الوقت ده عشان محتاج وقته اطول اعمل فيه اللي وراي فلما بصحى الساعة خمسة ونص او ستة وساعات خمسة يعني مثلا خليها خمسة ونص بكسب حواليتها تربع ساعات قبل ما كلهم يصحوا فلازم يكون عندك سبب تقوم عشانه حتى لو خلقت السبب ده يعني مفيش سبب اعمل سبب كده رخامة على نفسك عشان تبني العادة طيب انا دلوقتي قلتلك تنام ازاي طيب تصحى ازاي هتقولي ده من السؤال يعني عادي الواحد بيصحى من النوم طبيعي يعني هقولك لأ موضوع ان انت تصحى وتقوم من على السرير دي مهمة صعبة جدا انت قريدي عملت كل حاجة هتساعدك تنام في المعاد البدري يعني هتنام بدري فبالتالي هتصحى في المعاد اللي انت عايزه او اللي هو بدري برضه يعني مثلا انا قلتلك ما تستخدمش التليفون قبل ما تنام وخليه بعيدة عنك وانت نايم وده لان في درسات كتير قوي قالت ان استخدام التليفون قبل ما تنام بيعلي من مستويات الكورتيزول وده ومعنى وجوده في الوقت ده قبل النوم يعني مش هتعرف تنام او هتنام نوم جودته قليلة وخلي بالك من النقطة دي لانك ممكن تنام كتير بس جودة النوم قليلة زي ما بتنام في المواصلات او الطيارة ممكن تنام ثلاث ساعات واربع ساعات وخمس ساعات بس تقوم من النوم مش يعني اللي هو مش طائق الكوكب وسبب تاني خلاني يؤكد على ان التليفون ما يبقاش جنبك عشان لو جنبك قبل ما تنام يعني هتلاقي ايدك بتمسكه وبتقلب في انستجرام وفيسبوك من غير ما تحس تروح مادية ايدك كده لوحدك وإيه فتحت من غير ما تفهم انت بتعمل ايه ولا في دماغك فبالتالي تصهر وفي احتمال كبير قوي انك تشوف حاجة تخليك ما تنامش او انك تقلق في وسط النوم فتلاقي التليفون جنبك فتمسكه وتكرر نفس السيناريو فما تعرفش ترجع تنام او انك تمسك التليفون اول ما تصحى الصبح وانت في السرير لو ما عملتش اي حاجة تروح مادية ايدك وانت مش شايف تمسك التليفون وتقلب في كل حاجة فبالتالي وقت اطول في السرير وممكن يضيع منك وقت او يحطك في مود سيء وانت اصلا لسه ما بدقتش اليوم لو على الوش كده شوف بوصة ولا تعليق يروح قفلك اليوم يومك تقفل قبل ما يبدأ وانت لسه في السرير كمان لازم تعود نفسك تصحى في نفس المعات كل يوم حتى يوم الاجازة وتاني حتى يوم الاجازة وده في الاول بالذات انت دلوقتي بتبني العادة وبتعود جسمك ومخك على الصحيان في الوقت ده فبتوصل في مرحلة ان انت ممكن ما تحتاجش المنبه تصحى لوحلك في نفس الوقت انا دلوقتي قبل المنبه بتاعة اربعة دقائق خمس دقائق بكون صحيح لازم تفهم قاعدة مهمة اول في النوم مفيش حاجة اسمها تعويض نوم يعني مثلا لو ما بتفضل صحى اربعة عشرين ساعة فتقولها عود وانا اربعة عشرين ساعة انت كده ما زبطتش حاجة خالص الاعتقاد ده خاطئ جدا والضرر اللي بيحصل من الاربعة عشرين ساعة صحيان دول ما بيتصلحش بساعتين نوم زيادة انت محتاج دايما تنام ساعات كافية وتبدأ يومك بدري ولو طبقت الطريقة دي خلال الثلاث شهور الجايين هتشوف فرق ما حصلش وفي حاجات كتير جدا وده كان الجزء الاول من تنظيم الوقت والنوم وتجنب اخطر انواع الارهاق حلوة السلسلة دي قوية وفي الجزء الجاي هتكلم عن ازاي بقدر اوفق بين كل حاجة بعملها وازاي انت كمان تقدر تستفيل من يومك من غير ما ده يؤثر على نومك او صحتك عشان كده ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تعرف لما الجزء الجديد ينزل وياريت ما تنساش تعمل لايك وشير واتعلق باختراحك او رأيك او استفسارك او حتى عيق مشجع عشان تساعدني اوصل محتوى لعدد اكبر اشوفك الفيديو الجاي over and out الفيديو ده جميل انا اتبسطت جدا ما بعمل الفيديو ده اعتمنى يعني ينفع الناس بجد فيديو اشتا جدا ما فيه حد رهن عليها تقريبا وكمان بعدين بقى تقريبا الصوت صحبني في القوة التانية فعمال بقى يندع علي وحاجات كده وانا مطنيشه خلص هطلع رأيه بص عليه دلوقتي بس ياريت فعلا الناس اللي بتقعد لغات دلوقتي اللي اقعدت يعني اقعدة معايا دلوقتي اه كلموني عن روتين النوم بتاعكم بتناموا ايه الحاجات اللي بتخليكوا تناموا يعني ازاي على فكرة الكاميرا مش معقوجة هو الرف اللي هناك ده ايش عرفت اهو ده دي اطول من دي فباين ان هي عاملة كده لكن كل حاجة مظبوطة الميزان